تعمل الدولة على تنفيذ مخطط شامل لتطوير ميناء الإسكندرية الكبير وتشمل أعمال تطوير عدة محاور منها مشروع إحلال وتجديد خدوط السكك الحديدية بميناء الإسكندرية بقيمة تعقودية 53.4 مليون جنيه بهدف زيادة القدرة على نقل البضاعة المختلفة باستخدام القطارات لتكثيف التكدسات والعبء المروري على الطرق كل استفادة القصوى من موارد الدولة شعار رفعته القيادة السياسية من أجل تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري تطوير ميناء الإسكندرية جاء نموذجاً لهذا التوجه أعمال التطوير بميناء الإسكندرية وهي الأولى من نوعها منذ 25 عاماً ستساهم بشكل كبير في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية الكبير ليكون درة البحر المتوسط وتشمل أعمال التطوير إحلال وتجديد خطوط السكة الحديدية من أجل زيادة القدرة على نقل البضائع المختلفة كما تم تنفيذ مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف مئة بميناء الدخيلة بتكلفة مليارين وأربعمائة مليون جنيه ويهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للتداول والتخزين بميناء الدخيلة من 9 إلى 11 مليون طن حاويات وتعد محطة تحيا مصر متعددة الأغراض من أهم المشروعات التي تم تنفيذها في مجال النقل البحري وتشتمل المحطة على ساحة تداول تبلغ نصف مليون متر مربع وتنقسم إلى ثلاث محطات تداول حاويات وبضائع أمة وسيارات كما تعد هذه المحطة أحد الروافض الرئيسية للمحطة اللوليستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء والهدف من هذه المحطة أن تكون محطة ذكية خضراء تعمل بأفضل الوسائل الحديثة في شحن وتفريغ وتداول البضائع سواء الحاويات أو البضائع العامة كما شهد ميناء الإسكندرية تنفيذ مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة بتكلفة مليار وستمائة مليون جنيه بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للتداول والتخزين للحبوب والغلال بميناء الدخيلة من 6 إلى 7 ملايين طن سنويا ويتكون المشروع من رصيف بطول 1150 مترا بعمق يصل إلى 15 مترا وبمساحة أرضية تبلغ 200 ألف متر مربع وسيكون المشروع قادرا على استقبال أربع سفن بطول 240 مترا الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة في تطوير ميناء الإسكندرية اجتملت أيضا على تنفيذ مشروع حواجز أمواج ميناء الإسكندرية الكبير بإجمالي أطوال 7200 متر مما يؤكد استغلال الدولة لموقعها الجرافي الموجود على محور شريان رئيسي للتجارة العالمية وهكذا يحتل ملف تطوير المواني موضع الصدارة في أجندة القيادة السياسية ضمن استراتيجية متكاملة لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة العالمية واللوجستية ترجمة نانسي قنقر